أثار تصريح أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي عن تشكيل الهيئة الجهادية بين العراق وإيران وسوريا ولبنان لمحاربة الإرهاب أثار استغراب بعض المراقبين والكتاب لأنه زج بالعراق ضمن محور ما يسمى بالممانعة ووضع الحكومة في موقف محرج أمام شركائها في التحالف الدولي ضد الإرهاب الحكومة العراقية الآن في ظل هذا الوقت الحرج السياسي الحرج الذي تود فيه الانفتاح على الحكومات والبلدان العربية والغربية ربما سيكون محرجا بالنسبة إليها لذلك ارتأت الصمت ولم تعلق على الموضوع بالتأكيد نحن كمراقبين كشعب عراقي أن هذا المحور أو هذه الهيئة إذا كانت هي بالضد من انفتاح العراق على محيطه العربي الإقليمي الدولي فإنها بالتأكيد ستقابلها نوع من الرفض انفتاح حكومة العباد على الجوار الإقليمي والدولي أثار مخاوف هذا المحور وبيان رضائي يأتي بهذا السياق ليؤكد حضورهم في المشهد السياسي من خلال دعمهم لبعض الفصائل المسلحة في الداخل العراقي بحسب مراقبين موضوعات الهيئة الجهادية هي ربما تسمية جديدة لكنه لا جديد بالنسبة للواقع لأن هناك فصائل عراقية الآن موجودة مشتركة بالحشد الشعبي ولا توجهات مختلفة عن فصائل أخرى في الحشد نفسه ولا توجهات مختلفة عن معكومة العراقية نفسها لأنها تتمنى مشروع ولاية الفقية وهذه مسألة معروفة وذلك فنعتقد بأنه تصريح رضائي بهذا الصدد هو يأتي كمحاولة لأن يوحي بوجود محور متحقق من خلال هذه الفصائل وبإمكانها أن يفعل شيء على الأرض محللون سياسيون أشاروا إلى أن وضوح موقف العراق من سياسة المحاور والنأي بنفسه عنها يجعل من تصريح رضائي ليس ذا قيمة لا سيما إذا علمنا أن الحكومة العراقية لم تعقد اجتماعات أمنية عالية المستوى مع هذه الدول لتعلن انضمامها لهذا التشكيل لا يمكن أن يكون مثل هذه التصريح حقيقي إذا لم يسبقه هناك اجتماعات حقيقية عالية المستوى في تنسيق الجهود في هذا الإطار وأنا أعتقد أنه الآن لم تجري اجتماعات حقيقية فاعلة في هذا الإطار بقدر ما كانت هي زيارات بروتوكولية من بغداد وليد الشيخ الحرة